السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الثانية حلقة اليوم سنتحدث فيها عن موضوع يبحث عن منشئ المحتوى كل من يقدم محتوى على اليوتيوب ويظهر بشخصيته أو من يحب الديكور أو يحب أن يزين غرفته أو بيته مهما كنت أو مهما كنت تبحث تطبيقنا لهذا اليوم متميز وهو كالأتي طبعا هذا الموقع يسمى Room Planner هذا الموقع أولا يوفر لك تطبيقات خاصة بالApp Store والMac App Store Google Play والWindows تقوم وتحمل ما يناسبك من هذه الروابط سأضع الرابط في أول تعليق في الفيديو طبعا هذا التطبيق به مزايا عديدة أنه يوفر لك مجموعة من الديكورات تقوم أنت باختيارها وتصميمها والتعديل عليها أي أنك تغير في شكلها وأماكنها بما يناسب ذوقك الخاص يمكن أن تراه من جميع الجوانب كما ترى في هذا الموقع طبعا بعد أن تختار النوع الذي تريده مثلا إذا أردت أن تحمله على الهاتف هذا هو التطبيق تخطيط الغرفة ديكور المنزل طبعا من مزايا أنه يمكنك أن تصنع أفكارك بأبعاد ثلاثية مع آلاف منتجات الأثاث أيضا يمكن أن تؤكد من تناغم الأثاث والتصميم الجديد مع غرفتك يمكنك أيضا أن تنشئ مخطط أرضي بقياسات وأثاث دقيق بعد ذلك يمكن أن تصمم صورا للديكور الداخلي المستقبلي وشاركها مع الأهل والأصدقاء إذن تصنع أفكارك بأبعاد ثلاثية كما قلنا مع آلاف المنتجات والخاصة بالأثاث طبعا هنا لمحة عن هذا التطبيق صمم ديكور منزلك وأضف أفضل مفروشات باستخدام أفضل تطبيق لتخطيط المنزل أحصل على تصميمات مجهزة مسبقا لتلهمك في تصميم غرفة النوم وغرفة المعيشة حيث سيمدك تطبيقنا بأفكار تصميمية لديكور المنزل الداخلي لبداية تصميمك الرؤية الخاصة بالغرفة وتصميم المنزل على أعلى مستوى يعني هذا التطبيق إذا كان مثلا لك غرفة وتحاول أن تحولها إلى استوديو تقوم بتصوير مواضعك الخاصة باليوتيوب وما شابه فننصحك بهذا التطبيق صراحة ستجد فيه مزايا ممتعة وتغيير حرفي للغرفة التي تتواجد بها وحتى منزلك بشكل تام الروابط أسفل هذا الفيديو في أول تعليق إن أعجبكم الموضوع لا تنسوا أن تنغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة إلا أن تكون مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتكم ترجمة نانسي قنقر